أخيرا استغاثة من إحدى القرى أهالي إحدى القرى وهي قرية الكولة التابعة لمركز أخميم وحافظة سهاج حقيقي الوضع أصبح سيء للغاية في محطة تخزين صرف صحي في القرية أحواض المحطة بتسرب مية من الصرف الصحي على الأراضي القرية الزراعية والأراضي العادية القرية غرقت في مياه الصرف غرقت له معنا صور صرف الصحي لما الناس بقت تمشي على خشب النخل وعشان ما تغرقش فيه مية الصرف الصحي حقيقي يعني مش هتغير حضاري غير أدامي جزور النخل في الطريق وانتشرت طبعا الأمراض والأوبئة الخطيرة بين سكان القرية اللي بتضم ستين ألف نسمة أو أكتر وبتضم تلات قرى حواليها لأنها قرية أم للأسف مشروع الصرف الصحي اللي كانت بتولى تنفيذه جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان بالتعاون مع مؤسسة تروس توقف من حوالي سنة ونص لنقص التمويل وعجز ميزانية المشروع إنشاء محطة رفق وشبكة صرف قرية الكولة الهالي بتطالب من سرعة إنشاء حزام آمن للأحواض شايفين قدامكم الصور لمنع التسرب تستنرب المياه أو نقل الأحواض خارج القرية السكنية أو الأماكن السكنية والأماكن الزراعية اللي تلوست خلاص كمان إنهاء مشروع الصرف الصحي للقرية والقرى التابعة له وكمان بيطالبوا الأهالي الجهات المعنية وزارة الصحة بتوجيه حملة عاجلة للكشف عن الأمراض المناعية اللي لحقت بالسكان وكمان وزارة الزراعة الكشف الأراضي والمزرعات اللي تلوست وتسممت بمياه الصرف الصحي يرضي مين ده؟ يرضي مين؟ إزاي طول الفترة دي؟ ما تمش حل المشكلة بالاكتر من سنة ونص مشكلة لا تحتمل التأجيل الدولة بتحارب الأمراض الوبائية والأسف نلاقي تأثير من مسؤول واحد كفيل ينهي حياة أسر كاملة أين جودة الحياة؟ أين جودة حياة المواطن؟ منظر اللي شايفينه ده دي مية صرف صحي مية مجاري يعني اختلطت بالأراضي الزراعية ونرجع ناكل الزرع ده ونرجع لجيرنا الأمراض والفشل الكلوي والسوء الأورام وندخل ونظل في هذه الدوامة إلى ما لا نهاية رسالة إلى معالي الدكتور مصطفى مدبودي رئيس مجلس الوزراء رحمة بأهالي قرية الكولة التابعة لمركز أخيميم محافظة سوهاج اللي لجأوا لي عشان أوصل صوتهم ومأساتهم لك شكرا معا لدود رئيس الوزراء